اشتركوا في القناة بدأت بالفعل ولكن سنرى سيناء قريبا ان شاء الله كما نحب ان نراها دائما الحقيقة انه في هذه الفترة احنا كنا شهود عيان لان احنا كنا موجودين على الهواء وده من سنوات قليلة جدا وقت حدوث كل الاحداث الارهابية كنت انا وزملائي في هذا البرنامج ربما نبكي ونحن نقدم على الهواء ونحزن كثيرا على حال سيناء الان اليوم انا لي الفخر ولي الشرف وكل تحية طبعا القيارة السياسية سيرة الرئيسة التحسيسي لارواح ودماء شهداءنا اللي ضحوا في هذه الارض بجهدهم وارواحهم وطبعا وكل تحية لعائلتهم عشان نوصل لما وصلنا اليوم وهي سيناء في اعادة التعمير الحقيقي خالية من الارهاب خالية من كل الاحداث اللي شهدناها ويعني في سنوات زي ما قلنا كانت قريبة جدا ويساين اليوم اللي مشرفنا من نورنا النهاردة رئيس جهاز تعمير سيناء سيرة المهندس محسن سعيد حد أهلا وحارتك معنا يا فندي أهلا وسهلا يا فندي حارتك نورنا النهاردة نورت التلفزيون المصري وفي هنا مسبيرو وحقيقة لنا جميعا أن نفخر بأن احنا نستضيف حارتك النهاردة في هذا الحدث المهم وإحنا نتكلم عن إعادة تعمير أرض الفيروز سيناء في البداية كده عايزين نتكلم عن فكرة أن كل الجهود التي بوذلت حتى أصبحت سيناء خالية من الارهاب وبالتاني استطعتم أن تبدأوا في جهود إعادة تعمير سيناء أو تعمير سيناء أولا بس يعني أحب أن نوع حضرتك أن احنا جهاز تعمير سيناء أحد جهاز المركزي للتعمير ده أحد جهاز المركزي للتعمير أحد أزرع وزارة الإسكان احنا ابتدينا الشغل في سيناء من بعد انتصار أكتوبر العظيم وكانت سيناء مفيش فيها أي نوع من أنواع التنمية وتعملت المدن التي حضرتك شايفها في جنوب سيناء أو شمال سيناء وتعملت المرافق التي تساعد على بداية الإعمار لكن كان مفروض أن هناك خطة موضوعة أن يتواجد في سيناء سنة 2017 ثلاثة مليون مواطن وده عشان يبقى أمن قوم مصري لما تبقى سيناء فيها هالي بتهالي بتمنع أي طمع فيها من الجانب الآخر لكن الكلام ده ما تحققش نتيجة المعدلات أقل من المطلوب وبدأت المعدلات تزيد من سنة 2014 بإنشاء أنفاق جديدة بقت ست أنفاق بدل المكان نفق واحد الطرق بقت ممتدة وزادت العروض للطرق لتستوعب الكسافة المهرية على المستقبل المرافق المية الصرف الصحي الكهرباء كل الحاجات دي تجمعات التنموية كل الحاجات دي تعملت لكن ما زال مطلوب زيادة في التنمية لتستوعب عدد المواطنين اللي حقق الأمن القوم المصري اسمح لي حالتك فاندم يمكن حينما تبقى كلمات سيادة الرئيس يعني أشار إلى أن سكان مصر كلهم في الدلتة والوادي هم تقريبا ساكنين على نفس مساحة سيناء يعني تقريبا يعني وسيناء زي ما احنا شايفين خالية تقريبا أو يعني ما فيهاش عدد كبير من الكسافة السكانية أنا أذكر جيدا وإحنا أطفال في المدرسة كنا يعني بندرس أنه مثلا الكسافات السكانية في المحافظات الأخرى ألف نسمة في الكيلومتر المربع وسيناء نسمة في الكيلومتر المربع يعني أنا حتى كنت مقول ماذا يفعل هذا النسمة في الكيلومتر المربع الآن ونحن بصدد زي ما قلناك عمير سيناء بما يليق بها ووجود هذه الكسافات السكانية أولا شفنا الأنفاق اللي ربطت الدلتة والوادي بسيناء ممرات التنمية اللي حلم بها يعني كبار المفكرين والاقتصادين والسياسين كلمنا حالتك عن ممرات التنمية في البداية وما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الماضية وأنا عايز أقول لحضرات الكرام الإرهاب اللي كان موجود في سيناء لكن احنا كنا شغالين عشان التنمية هي أداة من أدوات دحر الإرهاب طبعا ما نقدرش ننكر الدور العظيم للجيش المصري والشرطة المصرية وهالي سيناء بالإضافة للتنمية مع الدور اللي قاموا به الحمد لله تم ظهر الإرهاب واتنفذت أعمال يعني عايز أقول لحضركم الأعمال اللي اتعملت جوه العريش إن احنا عملنا خمس ميادين داخل مدينة العريش يعني أنا رحت مع سيادة اللي هوها محمود نصار رئيس الجهاز المركز للتعمير عند سيادة اللي هوها شوشة محافظ شمال سيناء نحتفل بفتاح الميادين شفت الفرحة على الأهالي العريش بأن الدولة بتطور رغم وجود الإرهاب طبعا الحريك فيه مشاريع كتير بتتعمل وتعملت يعني منها تجمعات تنموية بنعملها بالشراكة مع قوات المسلحة الهيلندسية إن احنا بنعمل تجمعات في جنوب سيناء وشمال سيناء بحيث أن المواطن المصري سواء من سيناء أو من برى سيناء يتملك خمس أفدنة مستصلحة ومنزل داخل تجمع كامل الخدمات يعني فيه المدرسة والمستشفى والملعب الرياضية تمام فده مشروع خلصت مرحلة الأولى ويمكن كثير من شبابنا تسلم الأراضي والبيوت والمرحلة التانية شغالين فيها وعلى وشك إن هي تنتهي إن شاء الله حضرتك إحنا شغالين فيه تجمعات التنموية اللي في الأماكن الوعرة بنوصل لها الكهرباء المستمرة بدل ما يبقى فيه جنريتور بيشتغل كام ساعة ويعودوا في الضلمة بقية اليوم لا إحنا الحمد لله وصلنا لكثير جدا من التجمعات الكهرباء والطرق وبنعمل لهم التجمعات اللي هي الأكثر احتياجا بنعمل لهم مزارع تنموية المزارع دي زرعنا فيها نخيل برحي النخيل برحي ده من أجود الأنواع والنخيل المجدول والتين والزيتون والفواكه والصوب الزراعية والأرض المكشوفة ويمكن عملنا أحواض لتخزين المية من الأبار اللي إحنا بنستخدمها في الرأي ربنا فيها أسماك بلطي فكل ده اللي رفع القيمة الاقتصادية لأهلينة في التجمعات دي وتعليمهم مهن جديدة ما كانوش على دراية بيها بالإضافة بقى للكثير من المشروعات السكنية والإدارية كل أنواع المشروعات بالتم وده شغل وزارة الإسكان بس لكن عايز أقول لك جميع الوزارات بتشارك في التنمية يعني وزارة التربية والتعليم عن طريق الأبنية التعليمية عملوا مدارس برضو في التجمعات الوعرة كمية المدارس اللي تعملت في سينة كمية كبيرة جدا وزارة الصحة عملت المستشفيات محطات رفع المية أيضا محطات المية دي حضرتك للتنمية الزراعية محطة بحر البقر ده صرف زراعي بيتم تنقيته عشان يزرع حوالي ربعمائة ألف فدان في شمال سينة في عندنا يعني إن شاء الله في الأيام الجاية في محاجر كتير أوف سينة غنية بالمواد العظيمة اللي نقدر نستغلها في الصناعات جوه سينة فإن شاء الله المرحلة الجاية زي ما فخمت الرئيس أشار إن إحنا لازم التنمية تزيد بعد دحر الإرهاب عشان إن شاء الله نحقق الهدف من التنمية بإذن الله طيب هو الحقيقة إن أنا في نقاط كثيرة جدا نريد أن نتكلم فيه وزي ما حدرتك أشارت كده إنه كل الوزارات تقريبا بيعمل لعادة أو لتنمية سينة كما كنا نأمل دائما يعني إحنا الحقيقة على مدار سنوات طويلة كنا نسمع إنه يجب تعمير سينة أو تنمية سينة ولكن يعني كانت الظروف غير متاحة في ذلك الوقت فما نراه الآن يحدث على أرض الواقع وهذا التعمير من ضمن المشاريع المهمة لحارتك يمكن نتكلمنا فيها قبل ما نبدأ هذه الحلقة ومشروع التجلي الأعظم يعني أرض سيناء يمكن هي الأرض الوحيدة التي تجلى فيها الله بعزة جلاله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام تجلى الله سبحانه وتعالى فيها ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين بلاذ حارتك تكلمنا عنه؟ هو حارتك طبعا سانت كاترين زي ما حضرك أشارتي أن المكان الوحيد اللي في العالم لربنا سبحانه وتعالى تجلى فيه لسيدنا موسى المكان ده ما خدش حقه فيه التنمية لما له من أهمية عالمية لكن فخامة الرئيس أصدر توجيهاته لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإسكان أنهم يخططوا وينشئوا مشروع التجلي الأعظم لجذب كل العالم لزيارة سانت كاترين لما لها من أهمية دينية عند جميع البشر عند جميع الأديان تماما من السياحة غير السياحة الشاطئية اللي مشهول بها أولا حضرتك السياحة اللي بتيجي سانت كاترين دي سياحة روحانية يعني عشان هي بتخص جميع الأديان صحيحة وفي نفس الوقت المكان نفسه اللي ملوه من روحانيات فهو مريح جدا فلذلك كل الزيارات اللي بتيجي كاترين بتيجي للسياحة الروحانية وزيارة دير سانت كاترين اللي أنشئ من ألف وستمائة أو أكثر من ألف وستمائة عام يمكن قبل الإسلام وحضرتك الوديان اللي حوالي سانت كاترين وديان رائعة ففيه زيارة السفاري كمان موجودة كل ده تم التخطيط له وتعملت المنشآت وجاري تنفذها وخلصنا نسبة كبيرة منها المنظر بقى في كاترين يعني مش عايز أقول لحضرتك منظر رائع ماشي مع عراقة المكان وطبيعة المكان البيئية وإحنا شغالين معنا الشريين على أعلى مستوى لتنفيذ المشروع وإن شاء الله يخرص ويبقى خير لمصر بإذن الله اسمح لي برضو حرطك يعني إن كنتوا لا أذيع سرراً يعني حرطك أشرط أو يمكن قبل ما نبدأ الحلقة طريقنا هيكون فيه مجموعة من الفنادق العالمية يمكن سانت كاترين كانت قبل كده فيها فنادق ولكن كانت يعني بسيطة أو متوضعة بعض الشيء ولكن فكرة وجود فنادق على ميزة محرطك أشرط أن هذه المنطقة المنطقة لا مثيلة لها في العالم كله وتهم جميع الأديان نقدر نقول أن سانت كاترين إن شاء الله تبقى قبلة كبيرة للسياحة بعيداً عن كل الأماكن الأخرى المميزة في مصر يعني هي تكون قائمة بحد ذاتها يعني يأتيها السائحون لأجل سانت كاترين تمام وعلى حرطك نحن بالتوازي اللي هي الهندسية لقوات المسلحة بالاشتراك مع الشركة المصرية المطارات بيطوروا مطار سانت كاترين وبعملوا يعني توسعة وصالة جديدة بحيث أنه هو يستقبل الطيرات الشرطر من العالم كله بالإضافة لي مشروع التجلل العظم مجموعة مباني تخدم المكان وهو مركز زوار ضخم جداً بيستقبل كل الزوار أول ما يوصلوا كاترين يجوا لهذا المركز أصادوا على طول ساحة كبيرة جداً ساحة السلام بتنقل رسالة أن السلام موجود عندنا في هذه الأرض في حضرتك فنادق بتبدأ من خمس نجوم واربع نجوم دي امتداداً للفندق اللي كان موجود هنطوره هيبقى برضو يخش مع الخمس نجوم فكل ده إن شاء الله هتجيله يعني شركات عالمية تشغله وهتبقى حاجة رائعة بإذن الله للجذب السياحي في سنة كاترين والمصر بإذن الله طيب قبل ما نطرق ملف السياحة طبعاً نحن عرفين شهرة شارم الشيخ وشارم الشيخ برضو بحد ذاتها هي قبلة لوحدها للسياحة يعني ولكن في مدن أخرى أو ما يكن شاطئية أخرى كثيرة ومدن أخرى في جنوب سيناء تستحق إنها تكون أيضاً قبلة للسياحة يعني لو بدأنا من طور عيون موسى وصولاً إلى طابة دهب نوابع فكرني حالتك لو كنت نفسي حاجة في النص في الخطة ده لأننا صورنا كله دهب طبعاً يا فن نوابع وصولاً لطابة هميب برضو تطوير هذه المدن لما لها من شواطئ خلابة وأماكن رائعة جداً وفيها عدد بالفعل من فنادق ولكنها عايزها مزيد أنا عايز أقول لحضرتك أن التطوير يعني جاري في كل مدن المحافظتين سواء جنوب سينة أو شمال سينة يعني في المؤتمر المناخ اللي كان موجود شرم الشيخ تعمل فيها تطوير فوق الرائعة فندم صحيح كانت كل الناس شافتها ده أشاب بها العالم أجمع مش إحنا يعني تمام وبالتالي في نفس الوقت تم تطوير ومازالنا بنتطور في مدينة دهب معمول فيها شغل برضو رائع ونويبع يعني فيها جاري التطوير في مدينة نويبع وانت عارف حاليك نويبع فيها مينة طبعا بيربطنا بالأردن طبعا طبعا منفز لمصر وموجود فيه مجموعة فنادق مقامة كل ده وإن شاء الله لما المطار يشتغل مطار طابة هيبقى منطقة يعني هيبقى سبب للجذب السياحي الكبير لمنطقة طابة ونويبع ودهب بإذن الله ودهب ودهب احنا عارفين هي قبلة من يحب عالم الغوث يعني دي قبلة لوحدها يعني كل مدينة لها طابع خاص بيخلي السائح يلاقي تنوع فيه السياحة شرم غير دهب غير نويبع غير طابع غير كاترين كل لذلك فيه سياح كتير بياخدوا جولة في مجموعة المدن دي أنا هاخد حالتك بعد الفاصل مباشرة وهنرجع بقى للشمال فوق والعريش وأربعاء أيوب وغيره بس بعد هذا الفاصل مباشرة يعني كل التحية طبعا احنا عارفين ان شاء الله تسعة مارس القادم هو الاحتفال بيوم الشهيد وهذه يعني حلقة مهمة جدا نحنا نذكر فيها الشهداء ونوجه التحية لأرواحهم والتحية والتقدير لأهليهم طبعا وإحنا زي ما احنا شايفين هذه الدماء التي بوضلت في هذه يعني البقعة المقدسة جدا من أرض مصر والذي ما قلنا تجلى فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وبرجع محارتك مرة تانية فاندم وعايزين نطلع فوق بقى للشمال شمال العريش العريش يعني شمال سيناء العريشية الجمال نتكلم عن العريش ورفح والشيخ زوالد وهم الحقيقة تحملوا الكثير جدا في وقت الإرهاب أنهم يعودوا يعيشوا الحياة الأمنة كما أشار إليها سيادة الرئيس هو حريك طبعا أهلينا في العريش ورفح والشيخ زوالد تحملوا الكثير ولكن الحمد لله تم ضحر الإرهاب وإحنا عندنا خطط قوية وسريعة في الشيخ زوالد ورفح خصوصا والعريش طبعا هي العاصمة لشمال سيناء وطبعا الحركة عرفة شاطئ العريش الجميل ومنت العريش وبحرة البردويل يعني شمال سيناء محافظة جميلة جدا وكان الإرهاب مأثر على استمتاع المواطنين والوافدين بيها لكن من الوقت كل المريدين إن شاء الله يستمتعوا بشمال سيناء وإن شاء الله دور الدولة في التنمية في المناطق اللي عانت إن شاء الله هتكون متضعفة وتحقق الهدف بإذن الله وتسعد أهلنا في هذه المناطق بإذن الله لو عايزين نستفيد في الحوار عن العريش الحقيقة نحن زي ما شفنا المساعدات اللي أرسلها سيرة الرئيس القدر السياسية للمتضرر زلزال من أشققنا في سوريا وفي تركيا أيضا يعني انطلقت من ميناء العريش كرمزية ودلالة مهمة وأيضا إنه هذا أمن قومي لمصر ففكرة إنه أصبحت العريش يعود ميناء العريش للعمل مرة أخرى بقوة أيضا العريش سيما قلت فيها أربعاء أيوب أو هذا السحل المشهور جدا اللي يعني يقال إنه سيدنا أيوب عليه السلام نزل في هذا المكان وشفاه الله سبحانه وتعالى ويأتي أنا عارفة قويسة أوي الساحيم من كل مكان من داخل مصر وخارج مصر في هذا اليوم المحدد أنا عايز أقول لحررتك طبعا شاطئ العريش وشمال سيناء من أجمل الأماكن الساحلية وكان الفترة بتاعت الإرهاب أثرت على السياحة في المنطقة دي يعني إن شاء الله في الفترة القادمة هتكون في تنمية في المناطق دي وإن شاء الله تعود أكثر مما كانت بإذن الله وداخل العريش في مشروعات كتير اتعاملت وإن شاء الله مستمرين فيها يعني إحنا بنعمل حضرتك في شمال سيناء لأهلينا البدو هم بيحبوا يبقى لهم دور مناسبات يحتفلوا بيها بكل مناسباتهم إحنا بنعمل يمكن تلاتة دور مناسبات كل سنة ومستمرين في كل سنة نعمل تلاتة 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 لغاية ما يبقى كل أهلينا في شمال سيناء وجنوب سيناء عندهم دور المناسبات التي تساعدهم بالإضافة للبيوت التي لها طراز بدوي إحنا من أول ما استغمنا سيناء وإحنا بنعملها وإحنا ما زلنا مستمرين إن شاء الله لغاية ما كل مواطن يبقى له منزل بإذن الله طيب أخيرا لازم نذكر فكرة التداوي بالأعشاب الشهيرة جدا سواء في سيناء ولكن بالتحديد يمكن في العريش هم مشهورين جدا أهلينا في العريش وعندهم كم كثير من الوصفات الطب التقليدي والأعشاب والتداوي بها الحقيقة أكتر من رائعة فبرضو عشان نشجع السياحة الداخلية هو حرفك الطب البدوي والمدواب بالأعشاب موجودة في شمال وجنوب سيناء أهو يعني هي في الشمال موجودة لأنهم عارفين كل عشب بيعمل إيه بالزبط ورسوه عن أجدادهم وبالتالي بيقدروا يوصفوه لكل صاحب عيلة نذكر إيه من أشهرهم يا فندم لأ أنا بس حضرتك أنا أعرف في سانت كاترين أشهر واحد الدكتور أحمد ده بادوي ما شاء الله بقاله عمر طويل لأنه بقاله 40 سنة في سيناء شغال وأعرف الدكتور أحمد وعايز أقوله حريك من ضمن مشروع التجلل الأعظم هيتعامل مستشفى للعلاج بالأعشاب بالفعل بالفعل ده توجهات رئاسية وإحنا بننفذها في سانت كاترين المنطقة دي متميزة بأنواع الأعشاب النادرة اللي بتعالج أمراض كتير والدكتور أحمد اللي هو البدوي من هناك هو أكثر الناس علما باستعمال الأعشاب دي وإن شاء الله يبقى له دور كبير معنا في هو وأهلينا في هذا المستشفى العالمي للعلاج بالأعشاب يبقى حاجة معمولة على مقاييس علمية يعني طيب عايزين برضو نقول نقطة مهمة جدا يا فندم وهي زي إنما إحنا عايزين أنه أهالي سيناء بصفة عامة سواء في الشمال أو في الجنوب يتمتعوا بالمعيشة الكريمة اللي دايما كانوا يستحقوها وأخيرا بدأت تتحقق لهم عايزين نقول فكرة أنه أهالينا في الوازي والدلت الضيق ينتقلوا لهذا المكان الجميل اللي بقى فيه كل المرافق والخدمات حدرتك تشجعهم تقولهم إيه والله فندم أنا هو أنا واحد من الناس بقى 40 سنة حدرتك مقايش هناك يا فن أنا ابني ابني اشترى المهندس ومقيم في جنوب سيناء فلي زملاء كتير أقاموا في جنوب سيناء وأقاموا في شمال سيناء الإقامة هناك أجمل كتير من زحام بتاع المدن صحيح الخير ودايما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيطرح البركة في كل من يتواجد في أزير الأرض المباركة سيناء حالك بتشعر أن الإقامة فيها بتختلف يعني نقدم نقول صحيا ونفسيا هذا الهواء النقي هذا المكان اللي ليه خصوصية وقدسية بينعكس على الإنسان فعلا طبعا يا فندم الأماكن كلها يمكن جنوب سيناء موجودة كلها على البحر المدن الجو نقي جدا الراحة النفسية موجودة هناك العمل هناك عمل متوفر والناس هناك على فكرة جد يعني يعني يمكن من المحافظات الأداء عالي بقيادة اللي هو خالد فودة محافظة جنوب سيناء تلقيها في محافظة جنوب سيناء يعني الناس المتواجدة كلها نشطة وأداءها عالي جدا واللوى شوشة ما شاء الله في شمال سيناء الأداء عالي جدا فطبعا أي مواطن هيروح سيناء هيلائي حياته واتبقى أفضل بكتير جدا بإذن الله طيب عايزين نتحدث أيضا يفندم عن شبكة الطرق الكبيرة التي يقوم زي ما شوفنا في مؤهي يعني شبكة الطرق الحياة في مصر كلها ولكن أيضا في سيناء لأننا عارفين طبعا سيناء كان في مشكلة في الطرق وكانت زي ما احنا عارفين في أماكن وعرة وطرق لم تكن ممهدة ولم تكن آمنة بالشكل الكافي ما تم إنجازه من شبكة الطرق في سيناء كلها يعني أقول لحضرتك طبعا الطرق موجودة في سيناء الوقت بعد فخامة الرئيس ما يعني خلى مصر كلها يعني مش سيناء بس أي مواطن بيشعر بالسعادة وهو يعني بيرودوا الطرق دي بيلاقيها مريحة يعني سهلة كل الطرق فندم اللي بتربط المدن في شمال سيناء أو جنوب سيناء تم تنفيذ نسبة كبيرة منها وما زال بعد دحر الارهاب إن شاء الله بقية الطرق هيتم تنفيذها بإذن الله بإذن الله عايزين برضو نعود مرة أخرى للحديث حول إنه خلق مجتمعات صناعية وزراعية فكرة إنه سيناء هي أرض يعني طبعا إحنا عارفين شهيرة يعني والتيني والزيتون كما ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهم وأشجار الزيتون في سيناء وهذه الأرض الخصبة جدا فكرة إنه يصبح مجتمع صناعي زراعي حالتك شرح لنا أكتر وإزاي ده ممكن يساهم في خلق كثافة سكانية وطبعا يساهم في تصديرها يعني أنا عايزة أقول لحالتك إن فيه في أبو زنيمة كمية محاجر كبيرة جدا وفي خمط الرئيس خصص مكان لمنطقة صناعية كبيرة جدا إحنا عملنا لها لتخطيط الكامل وهيئة تنمية الصناعية الوقت المتولية الإنشاء المصانع في هذه المنطقة طبعا إقامة المنطقة الصناعية في مدينة أبو زنيمة تعتمد على المحاجر اللي موجودة هناك هتعمل كثافة ونقلة نوعية كبيرة جدا للمنطقة هناك طبعا زي ما قلت الحرريك المحاجر موجودة في شمال سيناء وجنوب سيناء وإن شاء الله الفترة القادمة هيكون فيها إنشاءات صناعية بالإضافة إلى التوسع الزراعي يعني يعني محطة بحر البقر إن شاء الله يبقى فيه ربعمائة ألف فدان على المياة بتاعتهم المزارع اللي احنا بنعملها والأهالي بعملوها اسوى باللي احنا عملناه ونجح أنا أقول لحضرتك احنا زلعنا كميات كبيرة من أشجار الزيتون وأنشأنا معصرة لعصر الزيتون لإنتاج الزيت مش عايز أقول لحرك زيت الزيتون بتاع سيناء يمكن من أجود زيوت العالم لا وزيت الزيتون أيضا يخدم هو معروف بقى يعني علاميا سواء صحيا سواء في التشافي العلاج من أمراض كثيرة وأيضا الصحة العامة في زيت الزيتون وهو من أجود لأننا فعلا فإحنا لازم نروح كلانا ناخد زيت زيتون بتاعنا وإحنا النهاردة بنتكلم عن تعمير سيناء بما تستحق وكانت تستحق دائما بشكر حتك شكرا جزيلا سيدة المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء شكرا جزيلا لفندم وحضرتك وبشكر كل حضراتكم زي ما شفتم النهاردة هذه كانت حلقة يعني أنا شخصيا أعتز جدا أن أنا بقدمها وسعيدة أنه جاء هذا اليوم وجاء سريعا بعد سنوات قليلة جدا من إرهاب وزي ما شفنا كده كانت أحداث مؤسفة جدا إلى هذا التعمير وهذا الأمان ما تستحقه سيناء وأهل سيناء وأهلينا هناك بمرة أخرى بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وبدا إن شاء الله يوم جديد من هنا ما سبير السلام عليكم